هذا ويبدل رجال الأمن في وزارة الداخلية قصارى جهودهم من أجل تأمين وتنظيم سير الانتخابات من خلال تنظيم حركة السير عند مركز الاقتراع ومحيطها في محافظة المحرق ويأتي ذلك بهدف تحقيق السلامة العامة للناخبين وتحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية في إنجاح الانتخابات التكملية 2024 تحقيق السلامة العامة مسألة أساسية في العمل الأمني بمعناه الشامل ولذلك فإن العديد من الإدارات المعنية في وزارة الداخلية مضية في أداء واجباتها في هذا المجال على مدار الساعة وما نجده أكثر وضوحا في الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن لتأمين سير عمل الانتخابات النيابية التكملية 2024 لذا فإن رجال الأمن سواء في المرور أو شرطة المجتمع أو الدوريات الأمنية يبذلون قصار جهدهم في تأمين وتنظيم سير عمل الانتخابات بكل يسر وسهولة من خلال تنظيم حركة السير عند مراكز الاقتراع جهود متضافرة محورها تحقيق التنظيم والسلامة العامة من أجل المساهمة في إنجاح الانتخابات النيابية التكملية